اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإلى آخر لحظة منها نقرأ لكم الماشية الثانية السلطات تزيل دار الاتحاد الديموقراطي بالقدارف اما في صحيفة الجريدة نختم هذه الجولة مما شاتها الرئيس وفيه تصريح من والي الخرطوم الذي يقول حاويات النفايات بانبدة اسمنت متحجر وجير الآن دعونا نتصفح وإياكم مشاهدين الكرام أهم ما جاء في صفحات الصحف الداخلية لهذا اليوم الآن إلى الصفحة الثالثة بصحيفة الجريدة وننقل لكم عنوان التقرير التالي عقب رفض كتلة الحزب اعتذار رئيس البرلمان الاتحاد الأصل يوسع دائرة هجومه على اتحاد المعلمين هذا التقرير أعده عبدالهادي الحاج وإلى الصفحة الخامسة من صحيفة الانتباه ومنها نقرأ لكم أهم خطوط الحوار الذي أجره صلاح مختار بنيالة مع والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي والذي قال قرار رفع حظر التجوال يؤكد هدوء الأحوال الأمنية بالولاية وقال أيضا وجدنا أكثر من 17 قبيلة متناحر والآن تعيش في تصالح تام وصرح بأن الرئيس الجمهورية سيخاطب بداية العام القادم الشعب السوداني من شطايا وقال أيضا الأمم المتحدة قريبا سترفع يدها عن تقديم الدعم للنازحين أما من صحيفة اليوم التالي ومن صفحتها الخامسة عشر الموسومة بدنيا نتابع ما كتبه الصحفي عثمان الأصباط تحت عنوان المسرح المدرسي استئصال خلايا الإبداع من رحم الفنون إزدال استطار وكتب في مقدمة موضوعه قد يصعق الراصد لسيرة العلاقة الوجدانية لشريحة كبيرة من السودانيين بالمسرح المدرسي بأنه بدأ داخل أسوار المدارس فتلك المسرحيات الرائعة المكتوبة بلغة سهلة وجاذبة كانت المحفزة الأول والقادحة الرئيسة لخيال تلاميذ المدارس الابتدائية والوسطى والثانوية حينها حيث أتاح لهم فرصة التوفر على مستويات أكاديمية رفعة وعالية الآن من صحيفة الصيحة ننقل لكم عنوان التحقيق المنشور بالصفحة السابعة الذي أجرى صديق رمضان تحت عنوان مركز صحي بدوام جزئي مركز جابر أبو العز عينة في مختبر اليوم العالمي للسكر وأورد رمضان عددا من التصريحات في هذا التحقيق المدير الطبي يقول 250 مريضا يترددون يوميا على المركز ومدير قسم الغيارات طال حالات الأطفال المصابين بالمرض في ازدياد ومدير شؤون الخدمة صرح قائلا المفصولون لم يحاسبوا ومجلس الوزراء يملك حق الفصل الآن للصفحة التاسعة من صحيفة السودان ومنها نقرأ لكم عنوان المال والأعمال من الصفحة التي تشرف عليها الصحفية هالة حمزة وفيها بطاقة 60 ألف طن الصناعة تدشن موسم الإنتاج الجديد للسكر بعسلايا وخبراء طيران يقولون إيقاف رحلات سودانير للولايات يؤثر على سمعتها وإيراداتها ارتفاع سعر شاي الغزالتين إلى 308 جنيها للكرتونة وأخيرا مطالبات بتفعيل ضريبة القطعان في جنوب دارفور نختم لكم هذه الجولة مع عنوين الرياضة المحلية ومن الصفحة العاشرة بصحيفة السودان وفيها أنصار الأحمر انتظروا وترقبوا باسكال ولكن غياب الغرفة رسم تساؤلات أخبار أشارت إلى فشل العاجي في تجاوز الاختبارات الطبية والرؤية تتضح اليوم يترقب الأهلة وصول رئيس النادي اليوم الكاردينال يؤكد تقديم مفاجآت سارة في ملف المحترفين وأيضا مساوي فضلت الانتقال للأرسنل بدلا عن المريخ احتراما لجماهير هلال الآن مشاهدين الكرام نتصفح ونترقل وإياكم بين أعمدة الرأي والمقالات في هذه الصحف أهلا بكم الآن إلى هذه الجولة مع كتاب الأعمدة والمقالات ونبدأها من أخيرة الصحافة حيث نقرى ما كتبه الدكتور إبراهيم الصديق في زاويته الراتبة الرؤى وأفكار وعنوان عموده اليوم لاختصاد فن إدارة الألم وكتب في المقدمة حول مفهوم إدارة الألم والتي قال عنه إنه فرع من الطب يهدف إلى تخفيف معاناة المرضى وتطوير قدرتهم على مجابهة المصاب أو المصائب وفعالية ظروفهم والتعاوش معها ومضى يتحدث حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي وصفها بأنها مؤلمة وضرورية ولا بد منها وكما قال لهذه الصحيفة أمس وزير المالية الأسبق الأخ علي محمود إنها مثل الحجن والدواء مرة ولكن لا بد منها للشفاء ومضى يتساءل قائلاً هل في هذه الإجراءات عافية وشفاء للاقتصاد السوداني وهل هي الخيار الأساس ولا بديل آخر ومضى في وضع وصفة لتتبع الحالة الصحية للاقتصاد قائلاً على صنوع السياسات الاقتصادية ومؤسسات الدولة الخدمية طرح التفاصيل المتوقعة وهامش الأخطاء وسبل المعالجة والتحوطات اللازمة لأن الحيرة والغموض وغياب المعلومات والوقاع هو أمر سالب ومؤثر وجالب للإحباط للناس بينما الأمر يقتضي تعبئة إيجابية وبعض أمل وكثير بشارات في المستقبل وقال إن المواطن هذه الأيام وحتى نهاية هذا العام وبدايات العام المقبل ووفق مقتضيات الاقتصاد وقراءة حركة السوق سيشهد تضخماً وزيادة في السلع مع انتماش في بداية العام مع بدايات الميزانية الجديدة وركود في السلع مشيراً إلى أن ذلك يحدث ارتباكاً في الوضع الاقتصادي والأسواق وأيضاً في جيوب المستهلك مما يقتضي خارطة طريق واضحة وقال في الخواتيم من الفترة الماضية تحدثنا فيها عن الدواعي والمسببات والآن نحن في مرحلة جديدة ولا بد أن نتحدث عن التوقعات التي ستتحول إلى أرقام ومشروعات في الميزانية القادمة وختاماً قال إن إدارة ألم السياسات تتطلب تنفيذاً على قدر عالم من الخبر والدراية والمعرفة وتتجاوز هذا التناول السطحي إلى رؤية كلية وعميقة وتقارن النتائج والمردود في توجهات الرأي العام وأيضاً في حركة المجتمع الآن إلى أخيرة صحيفة السوداني ومنها نقرأ للكاتب دكتور عبدالطيف البوني في زاويته الراتبة حاطب ليل والتي كتب فيها تحت عنوان ميتة أخرى بديار وبدأ زاويته قائلاً بالأمس قلنا إن الحكومة قد أكملت تحرير السوق يوم أن رفعت الدعم عن السلع الأساسية وعومت الجنيه السوداني على الأقل جزئياً وهذه سياسة قاسية وعلى الحكومة أم تكلمها وذلك بتطبيق الجانب الإيجابي من سياسة التحرير عسى ولعل أن يخفف على هذا الشعب والأهم عسى ولعل أم تنجح هذه السياسة ذات نفسها والإشارة هنا للحكومة الباطشة التي تفرضها على السوق والطرقات والمقصود هنا جباياتها ورسومها وأتواتها وتبقى على الضرائف فقط ويشير البوني إلى أن الأصل في حرية السوق هو الإباحة والاستثناء هو المنع ولكن للأسف فالأصل في الدولة السودانية منذ نشأتها على أيام الإنجليز هو المنع والاستثناء والإباحة فإذا أردت أم تنشئ طاحون لطحن الذور مثلاً المطلوب منك أن تبدأ بطلب يقدم للمحلية والمحلية تطالبك بموافقة الجيران ثم اللجنة الشعبية ثم المساحة ثم السلطات الصحية ثم موافقة الكهرباء ثم خلو طرف من الضرائب والزكاة وفي كل خطوة لا بد أن تدخل يدك في جيبك ثم بعد ذلك يكتب لك تصدق بالقلم الأخضر أما إذا أردت أن تقيم مصنعاً فالله قال بقولك بينما في البلاد التي تمارس حرية السوق تبدأ مباشرة بإقامة مشروعك ومن لديه اعتراض عليه أن يتقدم للسلطات كي توقفك وبعد إقامة المشروع تأتي الضرائب بعد عام أو عامين وأحياناً خمسة بحسب قوانين الدولة الاستثمارية لتفرض عليك الضريبة المستحقة وبهذا تكون قد تحصلت على الرخصة عندنا اليوم بعد الحصول على تأشيرة القلم الأخضر وتنشئ مشروعك قبل بدء التشغيل لا بد من أن تأخذ إذن من السلطات بمباشرة العمل وهنا سوف ترى إن شاء الله شمس الليل ويختم قائلاً خلاصة قولنا إذا استمرت الدولة في تعاملها مع السوق بهذه الطريقة مع القرارات الأخيرة فإنها ستكون قد طففت في عدم تطبيق الحزمة كاملة وسوف تهزم سياساتها الجديدة وستزداد الأوضاع سوءاً الآن إلى صحيفة التيار ومنها نقرأ للكاتب فيصل محمد صالح في زاويته أفق بعيد والتي كتب فيها تحت عنوان مشنقة شوق الدرويش وبدأ زاويته بالقول شهدت السبت الماضي الاحتفال التشيني لكتاب الدكتور عبد الرحمن الغالي المهدية قراءة في شوق الدرويش الذي يقيم بالخرطوم وكان قد سبقه تشين آخر بالقاهرة وذلك بحضور المؤلف والسيد الصادق المهدي ومؤلف الرواية حمور زيادة كان من الواضح منذ البداية أنها محاكمة سياسية وأيدولوجية للرواية وليس مجرد احتفال وتتشين للكتاب فقد كان معظم الحضور من قيادات وكواد الحزب الأمة القومي وكيان الأنصار وكانت المنصة على نفس الشاكلة وضمت الناقضة الدكتور عز الدين ميرغاني وهو صاحب رأي سلبي مشابه في الرواية ويرى فيصل أنه يحمد للدكتور عبد الرحمن الغالي أنه في ورقته كما قال في الكتاب أكثر من مرة لن يأخذ وقتا طويلا في مناقشة أدبيات النثر وفنياته وأسلوبه كما أنه ليس معنيا بذلك وإنما اتجه مباشرة لما سماه مضمون النص وبالتالي لم يغلف رأيه بأي غلاف نقدي أدبي ولا استخدم المصطلحات النقدية وقال إنه سيصرف جهده لتناول جوهر الرواية وقيمتها الأساسية في ذنب المهدية ونعطها بالتطرف والكذب والوحشية والهمجية والتخلف من هذا المنظور أيضا نصب الدكتور الغالي مش نقته الكاتب والرواية بأن الكاتب تبنى رؤية الجيش الغازي فرأى في السودان أرضا خلا تقطنه ثلة من السود الذين بالغ في الاكثار من وصف سوء خلقهم حيث سواد البشرة وقبح المنظر لا يهم هنا إن كانت الأوصاف والنعوت فقد جاءت على لسان الكاتب أو بعض شخص روايته فمدخل القراءة السياسية والأيدولوجية للرواية لا يعترف بهذا الفصل ومضى في الخواتيم إلى أنه ليس من لوم لا على صالون الإبداع بحزب الأمة الذي نظم المناسبة ولا المؤلف الدكتور الغالي فرؤيتهم كانت واضحة لكن أدهشني أن نقادا كبارا فارقوا منصة النقد التي يفترض أنهم يملكون إمكانياته وأدواته وكان بإمكانهم إبداء الرأي في الرواية سلبا وإيجابا من باب النقد الواسع وبآلياته لا بغيرها الآن نختم لكم هذه الجولة في أعمدة الرأي والمقالات من أخيرة اليوم التالي ومنها نقرأ لهيثم صديق في زاويته الموسومة بهتش وكتب اليوم تحت عنوان روحي ليه مشتهي ودمدني روحي ليه مشتهي ودمدني وكتب في مقدمته قيل إن رجلا وقف عند النيل الأزرق في منطقة النوبة فخيل إليه من شيء طعطاه أن النيل ينحدر جنوبا فهو مثلنا محب لمدني فقال في نفسه ماذا أفعل؟ إن قلت لهم إن النيل قد رجع جنوبا فسيقولون مجنون وإن سكت فسوف تغرق مدني ومضى إلى أن مدني التي كانت عاصمة للسودان في عصور غابرة لما كانت العواصم تبدل لا كمثل هذه الأيام وقال إن مدني هذه تستحق أن تحول إليها العاصمة على الأقل يكون الثمانية ملايين هؤلاء بالقرب من مشروع الجزيرة لتعادى له سيرته الأولى وكتب أيضا عليق الفتريت تقل قفاك تردم وجاك صي الفيافي والأرايل الحدم ومن الأم شبرين منه ما بتتقدم رح نتسلف الزائلة البناها مهدم وقال إن كل من يأتي من مدني لابد أن يضيف شيئا للغناء السوداني ولو طريقة مسك الدلوكة وقال ما في مجال الكورة ألابس الدبورة فحدث وحنس في الذاكرة ولتعطيك العجب العجاب وتنداح بك للشيوخ من البشوف طاب وإلى رابط الطاب وليس آخرهم والدي محمد عبدالله نجم الهلال الرهيب الذي رثاه كامل عبد الماجد بحروف مثل طينة جروف خصبة ومبلولة وقبله كان سامع الزدين والفاضل سامتو وزيكو وحمد والديبة والأخران يمثلان ثناء الجزيرة في النغم ومضى الكاتب للقول أن الكاشف قد أخذ المرتبة الأولى قبل أزمان وهو يقدم غنياته بطريقة أهل الجزيرة فإنك تجد رجلا يركب حمارا هناك على طرف ترعة يقول شعرا وحكما لا تخطر على قلب دكتور في الأدب ممن أراد حرف الدال وتغيير الحال وفي الختام قال لسنا في توثيق ولكن أردنا أن نكتب عن مدني لأن المدني هذه الأيام يتلحن ونخرج بمدني النخلي أم سيتي كيف يا مريم الفكرة البلد سبحان من أداك مفاتيح الوعد يبدو أن الكاتب عاشق جدا وهو ممكن هيثم صديق لمدينة مدني لها التحية ولكل عشاق مدينة مدني وأيضا التحية لمخرجنا ومخرج هذه الحلقة أكيد الأستاذ لؤيب عميكر الصديق وهو من مدينة مدني دعونا الآن ننتقل بكم وإياكم مشاهدين الكرام إلى الفقرة التحليلية مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أبو العزائم بعدها نظر فاصل ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وأرحب في الفقرة التحليلية بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى أبو العزائم مرحب بك مرحب عليكم معلش ما حيناك أنت قبل الفاصل من مدينة مدني ليك التحية ولكل ناس ولكل أهل مدينة مدني الله خليك شرني مع أننا نحن تولدنا هنا بدنا من درمانين لكن الأصول طبعا من مدني نعم والله يا أخي مدني هي بكل تأكيد يعني نضيحك أنها مدينة خرجت عدد كبير من الأفذاذ وفي كل المجالات يعني هي مدينة شاملة لها التحية ولكل مدينة السودان نعم ولكل يعني أهل مدينة مدني يعني حكومة وشعبا يعني وكل الولاية عموما الجزيرة طيب ممكن ليلوم حتى عندنا خبر في الجزيرة ولكن سنبدأ من صحيفة السوداني وترتيبات إقليمية للجمع بين مشار وسيلفاكير كشف مصدر قيادي بالمعارضة الجنوبية المسلحة مقرب من مشار لصحيفة السوداني أمس عن محاولات إثيوبية ويوغندية لحل أزمة جنوب السودان بالجمع بين الرئيس سيلفاكير ورياكا مشار مفصحا عن زيارة سرية أجرها رئيس المعارضة النائب الأول لجنوب السودان المقال دكتور رياك مشار إلى أديس أبابا لمدة 24 ساعة بعد يوم 28 من أكتوبر الماضي وأرض عليه خلالها رئيس الوزراء لثيوبية هايلي مريام ديسايلين عقد لقاء بينه وبين سيلفاكير لم يحدد توقيته مؤكدا موافقة الطرفين على الخطوة وكشف المصدر في الوقت ذاته عن تكوين الرئيس اليوغندي يوري مصفيني للجنة الخماسية للالتقاء بمشار وذلك بغرض عرض مبادرة اليوغندية على الطرفين وأضاف المصدر الطرف اليوغندي ومشار فضلا أو فضلا الالتقاء في الدولة التي يمتوي مشار زيارتها في الفتر القادم وأوضح أن اللجنة الرئاسية اليوغندية برئاسة أول سفير ليوغندا في جنوب السودان عقب الانفصال باعتباره الممسك بهذا الملف طيب أستاذ مصطفى هل برأيك ستنجح هذه التحركات الإقليمية في الجمع بين سيلفاكير ومشار والله أشوف هي طبعا نواية طيبة للجمع وإقاف نزيف الدم في هذه المنطقة وفي هذه الدولة الوليدة وطيبا توسعت هذه النواية نعم لكن القصة أن العقول لا زالت يعني يعني الحظ كما يقال هي في العقل دائما أنا لا أعتقد أنها ممكن تؤدي إلى نتائج إيجابية للأسفة الشديد لأنه ما بين الرئيس الفريق سيلفاكير وما بين نائبه الدكتور رياك مشار وصل إلى حد يعني محاولة الإغتيال والاتهامات المتبادلة والآن هناك ضغوط على الطرفين من دول الجوار يعني مثلا كينيا منعت قيادات وجود أسر القيادات الجنوبية في العاصمة نيروبي وطلبت بخروجهم يغندا أيضا سلمت أحد المقربين للدكتور رياك مشار إلى جوبا الكونجو الديمقراطية مشت في ذات الاتياح يعني تمارس ضغوط على الحكومة وتمارس ضغوط على المعارضة من أجل القبول بهذا اللقاء وأنا اللقاء لا أستبعد ولا أستبعد أيضا أنه يكون في دور للسودان في محاولة التقريب لأننا أكثر الدول تضررا مما يحدث في جنوب السودان في فترة قريبة جدا بداية بس يعني بداية التمرد يعني الزحف بتاع النجوء إلى السودان كان فوق التصور وفوق القدرات وفوق يعني قدرة المعسكرات على استيعاب هؤلاء اللاجئين قد تكون هناك قد تكون هناك تحركات خفية الشغل بتقوم بأجهزة الاستخباراتية يعني في المنطقة هناك تعاون بين هذه الدول وأجهزة الاستخبارات تعملها هذا الأمر عشان كده يمكن ما تظهر في الصورة بالنسبة للمواطن العادي يعني بعيدة عن الإعلام عادة تكون في الظل لكن تهيجة ممكن تكون إذا اكتمرت تمكن تطوح بعد ذلك نعم غير مقاطعة ولكن أستشيف يعني من خلال حديثك بعض النظرة التشاؤمية يعني هل حتى إذا تم الجمع وتم اللقاء بين سلفاكر ومشار ألا تتوقع أن يعني يتجاوز كلاهما الخلافات ويعودا للسلام لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك شوف هي مسألة الجنوب الآن عنده واحد من ثلاثة خيارات إما أن يسقط النظام تماما وتتولى المعارضة زمام الأمور بفهم جديد يعني إما أن يكون رئيس وسل فاكير أو تنتصر القيادة القائمة الآن هذا يستمر أو نواجه فوضى في المنطقة ويعني هذا هو يمكن الأرجح للأسوة الشديد وكل مجموعة تقطط عليها مساحة وتحكمة وفي هذا مخاطر كبير ليس على السودان بس بل على كل الإقليم طيب يعني هل السودان قريب من هذه التحركات لرأب الصدع في دولة الجنوب خصوصا أنك ذكرت أنه أكثر المتضررين هو نحن كدولة كجمهية السودان لا أستبعد قط إن السودان يكون قريب جدا من هذه التحركات ولا أستغرب قط ولا أستبعد أيضا أن يكون هناك تنسيق ما بين أجهزة المخابرات في كل هذه الدول المحيطة بدولة الجنوب والمتأثرة بما يحدث فيها وهذا جزء لأنه جزء من أمن الوطني بتاعك يعني كان لو في السودان أو في جاد أو في يعني سواء في السودان أو في كينيا أو يوغندا أو بعض الدول الأخرى جاد قد تتأثر برضو أيضا باعتبار أنه دولة جنوب السودان فيها متمردين من حملة السلاح السودانيين ديل برضو يعني لازم برضو تتدخل إنه مصالح في المنطقة عند علاقات قوية والسلاتية مع السودان ما أريد أن تتأثر بهذا المرأة لا أستبعد أن السودان يكون عنده دور في محاولة تصفية الخلافات التي لن تصف طيب دعنا ننتقل الآن إلى صحيفة الجريدة ومنها نقرأ والي الخرطوم يقول حاويات أمبدة عبارة عن اسمنت متحجر وجير تعهد والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين بعدم السماح بدخول أي شيء يمس صحة المواطن كاشفا عن حقيقة شحنة الحاويات غرب أمبدة القادمة من السيد مروي مؤخرا قائلا إنها عبارة عن اسمنت متحجر وجير وقال حسين خلال مخاطبته أمس اللقاء الجامع بمحلية أمبدة إن الولاية ستعيد استخدام هذه الحاويات في الأغراض التي تصلح لها ودعا أي شخص يريد التأكد من ذلك لأن يذهب بنفسه إلى موقع الحاويات وأوضح الوالي أن زيارته للمحليات في الوقت الراهن هدفها هو الاتفاق على رؤية مشتركة مع المحليات والقيادات المحلية على برنامج يبدأ تنفيذه فورا لإزالة التلوث البصري والتشوهات التي أحدثها امتشار النفايات في الأحياء والشوارع بعد أن وضعت حكومة الولاية ذلك على رأس أولوياتها وتعاهد بإكمال البنى التحتية بإنشاء ثماني محطات وسيطة وربطها بشبكة طرق مسفلتها يعني أنا ترى أن السلطات تأخرت في حسم قضية حاوياتهم بدأ وطالت المدة نعم تأخرت كثيرا لكن برضو نحن يعني من هذا المنبر نحيي السيد الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين على يعني بثوا لروح الطمأنينة وسط وسط مواطني الولايب أنه هذه النفايات نفايات غير مضرة حقيقة كان يعني منذ أن تناولت الصحف هذه القضية نعم ظهرت تطمينات كثيرة جدا من بعض الجهات لكن تأكيدات السيدة الوالي الأخيرة يمكن تبث الطمأنينة أكثر عند الناس لكن في حاجة مهمة جدا لماذا اختيرت أمبدأوا ولاية الخرطون بالتحديد لأن تكون مكبا لهذه النفايات هذه مسألة خطيرة جدا الخرطوم ليست من كب للنفايات لماذا لم يعني تعدم أو تدفن أو يعني حتى في الصحراء بر أو كذا ويتحمل الجهة التي كانت تشارك في بناء السيد مروي تتحمل تكلفة نقلها إلى الخرطوم ووضعها في يعني وهي نفايات غير مستفاد منها قطعا يعني يجب الله يمر هذا الأمر مرور الكرام يجب أن تتم حاسبة تتم ساء الأول أنه تحقيق وتتم حاسبة وبعد ذلك تحمل هذه الجهات مسؤولية هذا الأمر بإعادة يعني ما أعيز أقول إرجاع يعني لكن تعيدها وتبحث لها عن أي مكان آخر خارج السودان خارج الشمالية هي ليه أصلا تم يعني إحجارها من مروي مصلا هي بقايا بتاع تسمنت ويبيس وكثير من الأشياء اللي كانت نستخدمة في البناء وكمية كبيرة مش شوية يعني لكن جابوا هنا أمبدة ووضعت لماذا تم تحديد أمبدة تحديدا يعني أقرب لأنه ما يقدر عرباء كبري طبعا يعني جاي من طريق شريان الشمال أقرب حتة الفضاء الواقع غرب أمبدة وضعت في ذلك المكان لأنه لا يستطيع أن يعبر بقايا كبري لا يستطيع أن يذهب إلى مدرمان في الداخل لا يستطيع أن يذهب إلى الخرطوم ولا إلى الخرطوم بحري حتكون محل رقابة ومحل كذا فافتكر أنه خلد حاجة كده يعني ممكن يخط فيها يعني التعامل بالعقلية غير المسؤولة يعني يعني نصر ما بالدارجة السبهللية للأسبوع الشديد هذا هو الذي حدث لكن يجب أن لا يمر مرور يا الكرام يجب أن يتم زي ما قلت لك تحقيق ومحاسبة وإصدار أحكام في رأيك متى سيتم إغلاء هذا الملح؟ الله يا أخي هما خلاص فيما القضية بالنسبة للجهة التي وضعت هذه النفايات انتهت عمل انتهى لكن عشان تبقى درس للآخرين للآخرين الإنشاءات لن تتوقف البناء لن يتوقف يعني كل المشروعات يعني لن تتعطل لكن أنا أفتكر عشان ما يحصل ولا يتكرر هذا الجهة التي قامت بهذا العمل طيب دعنا ننتقل صحيفة الرأي العام ومنها نقرأ المدعي العام يبدأ إجراءات استرداد المتهمين في قضية خط هيثرو ولكن دعنا نتناقش في هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا أهلا بكم من صحيفة الرأي العام المدعي العام يبدأ إجراءات استرداد المتهمين في قضية خط هيترو أفادت مصادر مطلعة لصحيفة الرأي العام أن المدعي العام خطب نيابة الأموال العامة لإملاء بيانات أمر القبض الدولي بأسماء وجنسيات المتهمين ببيع خط هيترو بجانب إلزام النيابة بإرفاق وإحضار عنوين المتهمين من جنسيات أجنبية بالخارج لاستردادهم عبر الانتربول وأكدت المصادر أن نيابة الأموال العامة تحركت لإحضار عنوين المتهمين من خارج وإرفاقها بالمحضر وإرسالها للمدعي العام وكانت النيابة قد أرسلت ملف خط هيترو إلى المدعي العام بغرض استرداد بعض المتهمين من جنسيات أجنبية ومخاطبة الانتربول ومده بأسماء وجنسيات المتهمين للإجراء يعني كيف يستطيع المدعي العام بهذه الإجراءات استرداد المتهمين الأجانب وممكن المتهمين في بيع خطوات شوف هذه قضية نوقشت أكثر من مرة ودخلت البرلمان وشرعت السلطات في اتخاذ خطوات يعني فعلية لضبط المتهمين أو التحقيق معهم كده وللأسف الشديد يعني كانت تنالك التدخلات من بعض الجهات النافذة السابقة في الدولة في إنها وقفت هذه الخطوات وهذا قطعا لا يحسب لصالح العدالة يعني ولا يحسب لصالح الذين قاموا بهذا الأمر والآن هناك جدية استجعر جدية حقيقية من السلطة في التحقيق وفي الوصول إلى المتهمين الأساسيين والشركاء الأجانب وهي أنت كما تعلم كانت هناك شراكات حول هذا الأمر قبل أن تعود سودانير إلى الولايات السودانية كاملة يعني هناك يعني شراكات يمكن أدت إلى هذا الأمر فهل أنا حاسب الأجنبي اللي بيسعوا الآن ليه وللي السوداني الورطوا في هذا الأمر يعني الآن يجب يعني أفتكر ويعني عندي معلومات إنه قبل كده حصل استدعاء مرتين لأحد الأطراف السودانية الضالعة في هذا النوضوع ولم يمثل أمام العدالة الآن ممكن يعني الواحد يستشعر خير كثير جدا بهذه الخطوة وممكن يتم يعني ضبطه عن طريق الآليات المعروفة في هذا المجال عن طريقة الشرطة عن طريقة كده ويمثل لأخذ أقواله لأنه ليس هناك أحد فوق القانون ده مبدأ إذا عملنا به يعني ما أفتكر إن إحنا ممكن يكون عندنا مشكلة ويعني أن يتساوي الجميع أمام القانون المذنب يعني يعاقب إذا أذنب وإذا لم يكن هناك تهمة ثبتة كده يمرأ يعني يعني ما رأيك في عمل الجهات العدلية في هذه القضية خصوصا الآن في الوقت الحالي والله يشوف أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا في مسألة العدالة والقضاء في السودان في النيابة والعدالة في يعني أنا حقيقة أنا شخصيا ليس لدي أدنى شك في يعني المهنية العالية جدا والرفيعة التي تقوم بها هذه المؤسسات وهذه الجهات ويعني وسمعت برضو من بعض الأطراف يعني لو سمح الزمن أنه أحد كبار رجال الأعمال وأحد المستثمرين دخل لاستثمار في مجال حيوي جدا في السودان هناك إعفاء كان لمدة عشر سنوات من الضرائب لهذا الاستثمار بعد شوية حدثت تدخلات من وزارة المالية لفرض ضريبة على هذه الجهة احتجوا واشتكوا تم الحجز على أموالهم اشتكوا للقضاء القضاء في المحكمة الموضوع الأولى أبطل قرار الوزارة استأنفت الوزارة القضاء أيضا يعني وافق على ما ذهبت إليه محكمة المحكمة الموضوع لما استأنفوا للمحكمة العليا أيدت ما جاء في محكمة أنا القضاء ما عندي شك في أنه ممكن يعني يعني في نزاهته وحول هذه القضية نفسها لو بتتذكر زمان حادث احتراق الطائرة في مطار الخرطوم وتناولناها أنا في ذلك أبطل رئيس صحيفة آخر لحظة وعملت تحقيق فيها أنا شخصيا يعني حول هذا الأمر والطيارة وجات من وين وتمنكم واشتروها كذا وقصة طويلة جدا وحصل أنه فتحت فيني عدة بلاغات من هذه الجهات وقفتها من محاكم كثير جدا وبرئت في نهاية الأمر يعني لأنه قصة المصلحة العامة ولم أجد ما يضحض يعني ولم تجد المحكمة ما يضحض ما ذهبنا إليه من اتهامات لهذه الجهات أنا ما عندي شك حقيقة في مصنف القضاء ما عندي شك في مسألة العدالة وعن أفتكر أنه لابد من أن تجري يعني تأخذ العدالة مجراها يعني لكن لماذا يشوب هذه القضية دائما البطء في الإجراءات التدخلات في الساعة يعني هناك أيضا توجيهات من السيد الرئيس والنايب العام بحسمها لماذا إلى الآن هذا البطء لما توجهات توجهات أخيرة لكن زمان كان في يعني صحيح الرئيس كان يوجه بالحسم والكذا النايب العام يوجه بالحسم لكن هناك للأسوأ شيئة كانت في بعض التدخلات يعني حقيقة الواحد يقول هذا الخلام يعني وقلت لك أحد المتهمين في هذه القضية أو الذين يجيب أن يمثلوا للتحقيق خليك من اتهام أنا ما عايز أوصي لي من رأي الاتهام لكن أحد الذين يعني تورطوا في هذه القضية وستعي مرتين ولم يحضر في حقيقة يعني في ناية لمن ممكن تعمله أمر بتاع قرضي يعني عشان يجيك ويمثل أمامك ولا بد أن تتكشف الحقائق ما عايزين نقول كلام نحنا والقضية ليس في في مرحلة التحري ومرحلة التحقيق يعني عشان لا نؤثر على سير عدالة ولم نقول معلومات هي ما صحيحة ونحنا ما متأكدي منها لكن مؤكد أن التحقيقات بتاعة النيابة الجديدة دي هتكشف الكثير جدا حول هذه القضية في معلومات يعرفوها الناس لكن غير مؤكدة هذه تتأكد أو أو تنفى من خلال التحقيقات والتحريات التي بدأت تجري الآن يعني يعني الآن القضية بدأت في الإسراء نعم بدأت هل تحتاج لقرارات أو مثلا لإجراءات أخرى لتسريع القضية لا لا هناك نيابة تعرف ماذا تفعل هناك يعني جهات قانونية تعرف ماذا تفعل هناك يعني 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 بعدما يحدث فيها الفصل التحديد إن كان في اتهام وغير اتهام بعد ذلك ممكن تبقى قضية بتاعة هي كانت أصلا قضية بتاعة رائع لكن ممكن تدخل البرلمان أيضا من باب آخر لأنه دي مسألة بتاعة سيادة وطنية مسألة بتاعة ناقل وطني مسألة بتاعة كرامة بتاعة يعني دولة ومواطنين فبعد ذلك ممكن تمشي في أي اتجاه آخر طيب دعنا ننتقل الآن في الجولة أو في الموضوع الأخير في هذه الجولة التحليلية لصحيفة الصحافة الوطني يقول معايير جديدة لشغل المناصب الدستورية والتشرعية أعلن حزب المؤتمر الوطني عن وضع معايير لشغل المناصب الدستورية والتشرعية وتقديم عدد من المقترحات لإصلاح الحياة السياسية ووضع لوائح ونظم تمت إجازتها من قبل مؤسسات الحزب التنظيمية وقال نائب رئيس الحزب المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن حزبه قام بمراجعة أداء الحزب والدولة والإصلاحات التي تمت خلال الفترة السابقة مؤكداً استمارهم في اتجاه تطبيق الممارسة السياسية الرشيدة بالتنسيق مع الأحزاب الوطنية والعمل على دفع عملية السلام والحوار للأمام وأوضح محمود أن الحزب اهتم بالبناء القاعدي على المستويات كافة وتدريب كوادره لتحمل المسؤولية الوطنية وذلك بالتركيز على التدريب المستمر خارجياً وداخلياً مبيناً أن الدولة والحزب يعملان على تقديم خدمات متكاملة للمواطن خاصة في مجال الصحة والتعليم والمياه برأيك ما هي أبرز هذه المعايير لشغل المناصب الدستورية والتشعية على حسب حديث المؤتمر الوطن يعني سبق الحديث حول هذا الأمر كثيراً يعني في مسألة أول حاجة مسألتين يجب أن يكون أكثر من ولايتين بالنسبة لأي شاغل منصب دستوري يعني ما يقعد أكثر من فترة يعني أكثر من تماني سنوات أو كذا فترتين فترتين دي الحاجة الأولى الحاجة الثانية إنه عندما يبلغ سن معينة يتقاعد يعني يسهب بعد ذلك للحزب مستشار رئيس أمين أمانة رئيس قطاع كذا يعني دي مسألة ثانية والحاجة الثالثة ودي أفتكر أنها مهمة جداً إنه يحدث تدريب مستمر للكوادر سياسياً ويعني في كافة مجالات العمل الحزبي سواء كانت تدريب داخل أو تدريب خارجي ويعني الآن كثير من حتى البزراء الحاليين والسابقين ومن المطورة وطني وخارج المطورة تلقوا دورات تدريبية أو تأهيلية في مثلاً أكاديمية العسكرية العليا وعندما كان السيد عبد الرحيم الحسين يعني والخرطوان حالي وزيراً للدفاع منح العدد من الصحفين فرص للاتحاق بالأكاديمية أنا كنت من ضمن هذه المجنوعة في حول العلاقة ما بين الإعلام وبعدين مسألة العلاقة ما بين القوات المسلحة يعني حول كثير من القضايا المتشابكة والأمن القومي والاستراتيجي وكذا وكان عرفنا في ذلك أن عادت كثير جداً من الوزراء السابقين والتاليك واللاحقين التحقوا بهذه الدورات وأنا أعتقد أنها كان فيها يعني فائدة كبيرة جداً للذين شاركوا في تلك الدورات يعني مسألة التدريب دي مسألة مهمة جداً بعدين في آية تانية مسألة ضبط الخطاب يعني الآن دي مسألة مهمة عشان ما تخسر كثير من الناس لأنه كلمة قد تهدم لك ما يفعل حزبك كله يعني حتى لو نجح نجح من كل الاتجاهات كل الزوائل كل الأركان قد تجي كلمة واحدة غير يعني موفقة تهدم ما اتجه له هذا الحزب وحققه من نجحات يعني أفتك الأربع أركان دي أساسية في مسألة الترصيحات للشخصيات الممكن تتولى المناصب الجديدة في الحكومة الجديدة خلال الأشهر القادمة نعم يعني من خلال هذا الحديث ممكن نقول لنا المؤتمر وثن المقدم على تغييرات كبيرة في وزرائه من خلال الحكومة القادمة نعم يعني أعتقد أن هذا الأمر وده لا يعني أنه يكون في تغيير كبير في الولاء الآن مسألة خاصة الولاء يعني في الولايات الحدودية لا بد يعني أنه يكون زي ما حصل ماشي اتجاه الآن إنهم عندهم علاقة بالأجزة الأمنية والقوات المسلحة أو كذا لحساسية هذه لأنه نحن لسه الآن السودان يواجه كثير من التمردات يواجه كثير من حملات السلاح في بعض المناطق ده أيضا يعني يستدعي وجود يعني وجود خاص للسلطة في تلك المناطق طيب يعني كثيرون وجهوا أيضا انتقادات للوطني يعني بحدوث محاصصات قبلية في اختياراته للمسؤولين هل سيبعد عنها الآن بعد بروز أثارها السالة وخصوصا في الولايات أنا أفتكر أنه ماشي يبتعد وأذكر في 2014 شاركت في واحدة من قمم الإيقاد في العاصمة الكينية نيروبي كان رئيس الوفد السيد نائب رئيس الجمهورية الساس حسبه محمد عبد الرحمن حقيقة اتكلمت معه حول هذا الأمر مسألة المحاصصات مسألة التحيار روحة القابلية لكن بعد مؤتمر حوار وطني لو لاحظت المسألة يعني حسب المؤتمر المطور الحوار حسب الهوية السودانية في حاجة ثانية مهمة في هذا الجانب اللي هو برنامج إصلاح الدولة البرنامج الإصلاح السياسي يعني برنامج الخدمة المدنية إصلاح الخدمة المدنية ده جزء منه الجدارة إنه لا يتولى المنصب العام ده إلا الإنسان صاحب الجدارة والكافاءة والقدرة والامتياز والكده يعني ما ما تم قابل محاصصات محاصصات تشوف لا أي حتة ثانية غير العمل العام وأفتكر إنه يعني لو الناس اكتزمت بمخرجات هذا الحوار نحن ممكن نخرج إلى بر الأمان والآن بدأت بعض المعالجات يعني بدأت بعض المعالجات لكن مسألة المحاصصة بصورة ال كنا نتعامل بها مسألة لا تؤدي إلى تقدم وإن لن نستطيع الخروج عنها بسهولة لا بد أن تكون هناك بعض الاعتبارات تكون هناك بعض الاعتبارات في المواقع العليا يعني دارفور يكون عندها كذا معارف الوسط يكون عنده كذا الاشتماعية يكون عندها كذا يعني دي بتكون بس ما بالصورة القديمة يعني يعني إنسان قادر وكف وكذا ما بكون وبعدين الناس الآن اتجهت لأنه حتى هذه المسألة يعني ما بضر خط هذا الإنسان في ولايته نفسه عشان تقول الله محاصصة على الأقل تخط في ولاية أخرى عشان يكون واقف على مسافة واحدة من كل الناس ومن كل القضايا ومن كل المشروعات المكلف بإنجازها في تلك الولايات يعني ما بنقدر نخرج منها تماما يعني السودان لا يستطيع أن يخرج منها تماما لكن قدر الإمكان الناس تحاولته عالية أستاذ مصطفى أبو العزام شكرا لك في جيدنا اليوم وجودك معنا عبر معشرة السودانية شكرا جزيلا كنتا خير أكبرك الله فيك وشكرا لمشاهدي سوداني 24 شكرا إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير ومعده ننتقل بكم مباشرة إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية والإقليمية أهلا بكم مشاهدين الكرام والآن إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية والإقليمية ونبدأ من صحيفة نيويورك ماجازين ترام يتوعد بترحيل ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي عند توليه الحكم أكد الرئيس المنتخب لولايات المتحدة دونالد ترام أن إدارته ستعمل على ترحيل أو سجن ما لا يقل عن مليونين إلى ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي عند توليه مهام منصبه فورا وجاءت التصريحات خلال مقابلة في برنامج ستين دقيقة الشهير الذي يبث على شبكة سي بي اس وقال ترام إن ما سنقوم به هو القبض على المجرمين والذين لديهم سجلات إجرامية أفراد العصابات وتجار المخدرات ويوجد الكثير من هؤلاء الناس ربما عددهم مليونان أو ثلاثة ملايين سنخرجهم من بلدنا أو سندخلهم السجن وقد ذكر ترام هذه الأرقام بالفعل في أغسطس والجدير بالذكر أن هذه الأرقام التي قدرها ترامب عرضا حول عدد المهاجرين غير الشرعيين المجرمين غير دقيقة ووعد الرئيس المنتخب في وقت سابق بأنه سيقوم بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا وليس فقط الذين ارتكبوا جرائم الآن إلى صحيفة The Telegraph البريطانية هزات أرضية ارتدادية تضرب نيوزولندا قتل شخصان على الأقل بعد زلزال قوي بلغ 7.8 درجة ضرب نيوزولندا ما أثار في البداية تحذيرات عن أو من موجات تسونامي مدمرة في جميع أنحاء البلاد مع ظهور موجات طولها 16 قدما قبالة الساحل الشرقي وهزات ارتدادية حول البلاد وصرح رئيس الوزراء جون ناكي للصحفيين في مؤتمر عقد الفجر في قبو البرلمان تحت الأرض في العاصمة هذه أكبر صدمة مر علي في ويلنغتون العاصمة مضيفا أن هناك تكاليف كبيرة جدا بسبب الهزات في الطرق والبنية التحتية وقامت فرق الاستجابة للطوارئ بطيران الهليكوبتر بالذهاب إلى منطقة مركز الزلزال الذي ضرب بعد منتصف الليل على بعد 91 كيلو مترا شمال شرق كراس تيرش في الجزيرة الجنوبية وسط تقارير عن وقوع إصابات وتدمير مبانا وأكد رئيس الوزراء أن شخصين قتل في الزلزال أحدهما كان محاصرا في مبنى منهار في كايكورا وقالت الشرطة إن شخصا ثانيا توفي في جبل ليفورد وهو منتجع التزلج في مكان قريب وقالوا إنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عدد أشخاص عانوا من إصابات طفيفة في كايكورا ألاننا إلى The Indian Express ومنها نقرأ القمر سيكون أشد لمعانا اليوم في ظاهرة لم تحدث منذ 69 عاما سيكون القمر أقوى لمعانا منذ قرابة 69 عاما وسوف تضيء السماء هذا الأسبوع في مشهد رائع لمراقبي النجوم في جميع الحال العالم وهي ظاهرة معروفة باسم سوبر مون أو القمر العمراء وسوف تصل إلى حالة الإنارة العظمى في أمريكا الشمالية قبل فجر يوم الاثنين وسوف تصل الظاهرة أوجها في آسيا وجنوب المحيط الهادي ليلة الاثنين ويصل لمعانها الأشد عبر خط التاريخ الدولي في نيوزلندا بعد منتصف ليلة ثلاثة بالتوقيت المحلي ويمكن للمشاهدين أن يتوقعوا رؤية القمر أكبر حجما بنحو 14% في القطر وأكثر إضاءة لنحو 30% من وضعه حينما يكون في أبعد مسافة من الأرض ولن يكون القمر بهذا الحجم واللمعان مرة أخرى لمدة 18 سنة مقبلة وتقول وكالة ناسا الأمريكية أن القمر سيكون في أقرب مسافة عند الساعة الرابعة وإحدى وخمسين دقيقة مساءنا اليوم بتوقيت جرينيتش عندما يكون على بعد 356 ألفا وخمسمائة وثمانية كيلومترات ويظهر البدر في الساعة السابعة واثنين وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش سنكون كلنا من تظهرين لهذا المشهد الرائع الذي لا يتكرر إلا بعد سنوات كثيرة الآن محطة فوكس نيوز التلفزيونية نقرأ منها السلطات المصرية تعتقل 200 شخص من الإخوان بعد دعوات التظاهر قال مسؤولنا مصريون إنه تم اعتقال نحو 200 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بسبب دعوات الحركة إلى احتجاجات في الشوارع ضد ارتفاع الأسعار وقال المسؤولون إن 229 شخصاً اعتقلوا يوم الجمعة ولكن تم الإفراج عن عدد غير محدد من القصرين والمرة في وقت لاحق والذين ألقي القبض عليهم جاءوا من سبع محافظات من 78 من العاصمة القاهرة و104 من محافظة البحيرة الشمالية و21 من المينيا جنوب القاهرة وقد استجاب عدت مئات من أنصار الجماعة فقط لدعوات الإخوان ليقوموا باحتجاجات سريعة في المناطق الفقيرة في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة الآن نختم معكم هذه الجولة في الصحافة العالمية من وكالة Associated Press ومنها نقرأ هولندا تسلم متهمين بالإبادة الجماعية إلى رواندا وصل رجلان روانديان إلى كيغالي التهما بالمشاركة في الإبادة الجماعية في العام 1994 ضد قبيلة التوتسي بعد تسليمهم من قبل هولندا وفقا لأقوال مسؤول وتم تسليم الرجلين السبت للسلطات الرواندية من قبل المسؤولين هولنديين في مطار كيغالي الدولي وصرح ريتشارد مهموزا المدعي العام في رواندا لوكالة Associated Press في كيغالي أن المشتبه بهما يعتقد أنهما أديا دورا رئيسيا في الإبادة الجماعية في البلد الذي قتل فيه أكثر من 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين على يد متطرفي قبيلة الهوتو وقد جاء تسليمهما عقب قرار محكمة هولندية برفض الاستئناف الذي قدماه بأنهما قد يواجهان التعذيب إذا أرغموا على العودة إلى كيغالي وقد أكد المشتبهان براءتهما وعدم تورطهما في المسألة لهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم إلى الختام لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وفي الختام دوما لكم أصحاب الريشة الساخر الكاركتيري لهذا اليوم من الصحف المحلية والعالمية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة